اصحابي اصحاب الكرة اهلوية لكم اني احلى تحية وايه احلى من تحية اللي حياها علينا الاهلي بصعوده لنهائي ابطال افريقيا انبارح على حساب التراجي في مباراة او سيفونية اجمل ما يمكن معانا النهاردة التويتا بتاع الفيفا للنادي الاهلي ومعانا التويتا برضو بتاع صفحة الجزيرة للنادي الاهلي وكلام تامر عبد الحميد طبعا الزمال كوية هنجي لهم بس يعني فيهم حتى لما بيتمنى للاهلي خير بيبقى حاطة جواغل وقصة بيرستاو والترابازون واللعب الحقير اللي بصق على ترزجيه وميدو نبدأ على طول من موضوع الفيفا بس الاول هلقول بسم الله الرحيم وصلعنا بينا كريم احوك اهلاوي اشترك معايا يا اهلاوي امحترم الفيفا نزلت على الموقع بتاعها بيقول تقولك الاهلي يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا المرة الرابعة على التوالي هل يعود لتحقيق اللقب لنشاهده في كأس العالم الاندية فيفا السعودية 2023 باذن الله سيعود يا فيفا وباذن الله سيبدع ويكسب ايا كان المنافس الاهلي اصبح ليه شكل وليه صورة ويخوف اي حد فاتمنى باذن الله ان نقابل انا عن نفسي اكتب لي في التعليق اذا كنت عاوز اتقابل الوداد ولا سانداونز انا عن نفسي عاوز اتقابل سانداونز لان كل ما فناخد منه خمسة نرجع نلبه كم سنة تانيين ونوقفه في مكانه وبالذات ناخد منه البطولة عشان جماعة الهلالين والطبالين اللي هيقولوا لو كنت قابلت سانداونز ما كنتش هتاخد البطولة تيجي التويتا الجميلة للجزيرة نزلتها عن الجزيرة بتقول الرحلة داخل النيل لن تشعرك بالملل مهما تقررت لكل مرة مزاق مختلف بسبب جمال الطبيعة والمشاهد الخلابة صباح الخير من كرنيش الجزيرة على النيل طبعا التصبيحة دي عشان خاطر الجزيرة ونادي الاهل واللي موجودين في الجزيرة حاجات اللي تفرح وبتفرح الشعب مصر كله شايل عالم مصر كله واللي يديقك شايل عالم مصر وشايل واحد جنسيته مصر وبيحاربني نيجي الاستاذ طبعا هنيجي للجنب التاني اللي هو مش شايف ان انا شايل عالمه اللي هو عالم مصر وماشي به بيقولك متشوك تامل عبد الحميد متشوك ان الاهل يصعد لنهاية افريقيا واللاعب سان داونز تاني واكيد سان داونز اللي هيكسب طبعا دا استحالة استحالة قبل ما يكون رياضي مهماش مصري لان انت لو ضيعت من مصر لقب زي ده انت اساسا مش هتعرف تجيبه انت كمكسح وقاعد في البلد عالة على اتحاد القورة وعالة على القورة كلها مش هتجيبه فاذا سيبني انا اجيه وبوارفع عالم مصر دا انا لو رفعت عالم مصر هيقوله عليك يا زمالكاوي انت في البلد اللي فيها الاهل اللي بيكسبنا على طول لكن تقول ايه بقى هو حقد المكسحين يعني شوف اه 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 بتعرف الحقيقة ازاي ان هو متدائق باللي فيك مش عاوزه فيك وعاوزه فيه يا اما تتبط انت وهو تبقى انت وهو مكسحين بيرسي تاو بيرسي تاو معروض عليه اه اه لو عجبك الفيديو او مكمل معايا اضغط لايك بيرسي تاو بيقولك اه جاي له عرض من ترابازون لكن هو مبسوط في النادي الاهلي ومش عاوز يمشي من النادي الاهلي طبعا اعرفين ان الفترة اللي فاتت من ساعة في جيل مارسل كورا واستخدم معاها الطرق الحديثة والاسليب اللي جابها والتمهيد في طريقة اللاعب ما يخليهوش يلعب بطريقة اجريسيف مرة واحدة ففرقت مع بيرسي تاو وشوفنا دلوقت انه اسخد بيرسي تاو بتاع جنوب افريقيا وبتاع منتخب جنوب افريقيا اللي طلعنا في 2019 اتمنى ان بيرسي تاو بفرحته ونشوته بوجوده في النادي الاهلي يكمل لفترة طويلة ونزود عليه يعاوزين زي ما عندنا نوسخة بيرسي تاو في اليمين يكون عندنا نوسخة زي بيرسي تاو في الشمال وياريت نجيب مارسينو اللي كان في اليابان ده هيبقى شكل الاهلي حاجة تانية خالص ونقصنا بس الفينيشيات احنا لو هنفنش في كل مطشة كويس على الفرص اللي بتجيلنا انها هنخلص كل مطشة خمسة وخمسة على فرق كبيرة خليك معايا خليك معايا المحتوى ان الواحد منتشب وفرحلة الاهلي مبارح نجي للخبر تنساش اللايك نجي للخبر الرخم لاعب اسمه ساميد اكيدين والمشكلة ان هو طلع كمان تركي بيقولك اللاعب فنربخشا بيقولك ادين الادعاة اللي اتعرضت لها يعني هو الصورة واضحة ان هو بسق على ترزي جي وهو بيسجد في الارض الحقير فهو مش يقول انا بعتذر على الصورة او سوء الفهم او ان انتوا فهمتواها غلط ده من الكبر ومن العند بيقول دين الادعاة اللي انا تعرضت لها لقد طمت تلاقي بحركة من زاوية الصورة وما فعلته وجزء من عادة عادة الرياضي اذا لو هي ده عادة الرياضي يبقى تعالى جنب الزمالكواية عندنا في مصر مفيش عاجة عادة في الرياضة تحض على الكراهية والبغض والبسكة على المنافذ الحاجات دي ما يعملهاش الا مجموعة معينة وهما عندهم كبرة وعندهم انانية وعندهم الانا وعندهم الانفة اللي بدون داعي وفي الاخر بيخسروا زي حالات سيادتك زي حالات سيادتك وبيقولوا برضه وبعد ما بيخسروا بيقولوا ان هما ابطال ودي النرجسية اللي موجودة في فئات معينة في العالم ولازاله بيخسروا والمتواضعين يسجدوا لله شكرا وحمدا طبعا مستنيين من الاتحاد التركي يتخذ جرار في هذا اللعب المشين وعدم الروح الرياضية والبسكة على المنافس لان كلمة البسكة على المنافس دي لوحدها لأعقوبة نيجي الاستاذ ماداميدو اللي استاذ ميدو بتاع لابانيدو بيقولك المفروض الانديه المصرية اللي مش هتشارك في السوبر ليج الافريكي يعني بيتكلم ع الزمالك وما غيره يعني يعني هم فيش غير الزمالك في مصر يعني الزمالك وبيرمات زي هم اللي بيلعبوا في افريكيا بيقولك المفروض الانديه المصرية اللي مش هتشارك في السوبر ليج الافريكي تضغط على اتحاد الكورة عشان يضغط على الكاف يمنع اقامة المسابقة دي لانها هتقلل من قيمة الدور المحلي وهو اصلا هتبقى مسابقة فشلة طيب ايه اللي جاب القلعة جنب البحر يعني انت كمنافسة محلية اللي هيجيبك جنب منافسة قرية يعني انت هتعمل دوري مثلا في الدور المصري من كل من 58 دولة اللي موجودين في افريقيا هتعمل دوري ما بينهم في الدور المصري ينافس الدور الافريقي او السوبرليجي الافريقي فانت لما تكلم تتكلم مع الناس بتفهم اي نعم انت معك جماعة ما بيسألوش ويقولوا اه ويهز دماغهم لكن احنا موجودين هنا السوبرليجي عشان ابطال قرية افريقيا يلعبوا فيها ويتأهلوا للمجموعات على طول بالشكل مباشر ما يبقاش يلعبوا من 64 زي حالاتك وطبعا هم نظامهم كلهم كلهم نظام الزمالكوية كلهم فيها لخفية يعني لو مش هخص السوبر يبقى هداها على الاهلي ما يبقاش الاهلي محطوط في حتة غير اللي أنا محطوط فيها يا سيدي الاهلي محطوط في الحتة دي بيتعبوا وبعرقوا خلي المكسحين اللي عندك يتعبوا ويعرقوا مش الدولة تدفعهم تدفعهم الدولة في الدورة المحلي بس الدورة المحلي ده اللي بتدفعك في الدولة مش هتنافس في افريقيا هتفضل مكسح في افريقيا فعشان انت تخلي الاهلي مايروحش في افريقيا وتخلي اتحاد الكوري يضغط عليك كاف عشان انت كمان يا اما تروح يا اما تتهدو كلها من الاهلي مايروحش المنطق ده والاسلوب ده هو سبب فشل الكرة المصرية انه بيخلوا جماعة ما يعرفوش عن الرياضة فيه شيء ما يعرفوش عن روح الرياضية شيء ما يعرفوش عن الاخلاق شيء يبقى عاوز يكسب او يتحط في المكسب او ياخد كوتا زي ما بتتقسم هنا المستشار عاوز بطولة المستشار مش عارف ايه فعا فاكر انه هو بالضغط ده ولا بالطريقة دي هو هو ربما بيكلم ناس ما بتفهمش وممكن يكونوا بيقولوا الدولة الدولة ويتحابي ويتحابي فبيسخنهم نفس التسخين ده ربنا يرحمنا من الاشكال دي ونشوف في البلد دي كورة نظيفة ونشوف ناس بتفهم كورة وبتلعب كورة بس رياضة للرياضة بره تركوا الحروب عشان يلعبوا رياضة وتنافس لكن عندنا جابوا الرياضة وحطوا فيها حروب وبلطقة وتنافس ورشقة على اوتوبيس الترجي ورشقة على اوتوبيس ده وده والتهجم على رمز نادي وويه وويه فتمنى ان هم يفهموها اللي بره سيبوا الحروب عشان يلعبوا رياضة ورياضة بس مش دمجين الحروب والبلطقة مع الرياضة اتمنى لو وصلت معي للحظة في الفيديو اخبط لايك واشترك معي في القناة سلام